يسمين صبري من الفنانات اللامعات في سماء الفن المصري بأعمالها الفنية لكن ارتبط اسمها في الآونات الأخيرة بالجدل وكعادتها تشغل صبري رأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر أثارت صبري الجدل مجددا هذه المرة عبر إطلالتها في حفل عيد ميلادها الذي أقامه لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تفاصيل الحفل وفستان صبري بات مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ارتدت صبري فستانا أحمر اللون جذب أنظار الكثيرين وبلغ سعره نحو 29 ألف جنيه مصري اعتبر البعض أن أبو هشيمة قد أقام حفلا فخما لصبري يسمين صبري اكتفت بوضع اموجي أو رسوم تعبيرية كما يقال ونشرت صور من عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على تويتر وكذلك انستجرام أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتفاعلوا مع الأمر نبدأ بالفنانة اللبنانية إليسا التي هنأت صبري وكتبت لها عيد ميلاد سعيد يا جميلة أتمنى لك الصحة قبل كل شيء ونجاحات متعددة وكثيرة لأنها تناسبك جدا أما من جانبها هي الأخرى الفنانة المصرية صابرين هنأت يسمين فقالت كل سنة وانت أجمل وألذ يسمين في حياتنا جمهور السوشيال ميديا تفاعلوا مع الأمر على طريقتهم الخاصة فتمنت حساب باسم البومة كيوت تمنت عريسا مثل أبو هشيمة وغردت شوفي لي عريس يضحكني زي يسمين أما أدهم فغرد هو الآخر بطرافة على عيد ميلاد صبري فقال أنا عايز أم هشيمة في حياتي تهنين من فريق عمل تريندينج الآن لك يا يسمين بعيد ميلادك ولكن يبقى السؤال هل تتعمد صبري بالفعل إثارة الجدل لتكون مادة دسمة للإعلام أم أنها فقط تشارك محبيها تفاصيل يومياتها كأي مشهور كما تعودتم أنتظر أراءكم ومشاركاتكم عبر هاشتاغ تريندينج الآن اشتركوا في القناة